موسيقى مشاهدي قناة الحياة أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم العيادة ومعاكم النهاردة عيادة جراحة التجميل انتوا عارفين طبعا ان احنا في البرنامج بان نتقبل نستقبل كل مكالماتكم واسئلتكم فأي موضوع في جراحة التجميل تحبوا ان احنا نجاوب عليه التليفونات موجودة على الشاشة تقدروا تكلموني هبقى سعيد جدا ان انا ارد فيه اي موضوع يخص جراحات التجميل والجمال الموضوع اللي هنتكلم فيه في وسط الحلقة ما بين اسئلتكم ومكالماتكم هو موضوع يهمكوا جميعا طبعا جدا وهو موضوع متعلق جدا بفصل الصيف طبعا فصل الصيف داخل علينا واجازاتنا هتبتدي وفيه ناس كتير قوي هتحب انها تقضي اجازاتها على البحر وحوالي حمامات السباحة وفيه النوادي وبيتبتدي الناس تفكر في موضوع دايما بيقرقهم وبينسوف فصل الشتة بسبب اسلوب اللبس اللي بنلبسه فصل الشتة بيخبي شوية المشاكل اللي عندنا وهي طبعا موضوع مقييس الجسم او تقويم الجسم او ما يسمى بيه فعند جراحين التجميل بنحت الجسم عشان نطلع جسم مزبوط داخل الصيف وداخل اللبس الصيفي وابتدت مشاكل الجسم بتلاقي ناس كتير قوي تجينا في الفترة دي وتتكلم عن حاجات في جسمها مش مريحها مخلينهم يضطروا يشتروا هدوم مختلفة تقولك انا يعني ستة او راجل تقولك انا باجي اشتري الاقي البنطلون مقاس والجاكتة مقاس تاني خالص النص التحتاني بتاع اجسام الشرقيين كلها فيهم مشكلة طبعا كبيرة كمان اللي استجد او كتر قوي في فترة اخانية هو شكوى بنشوفها كتير قوي في السنين الاخيرة من الرجال بالذات وهي شكوة السادي وتضخم السادي شوية في بعض الرجال وبيضيقهم جدا في لبس الصيف لما بيلبس تي شيرت او بيلبس قميس صيفي قماشته خفيفة بيضطر يخلي يبقى شكله متدايق من شكل السادي بتاعه او سدره فمقيس الجسم النهاردة هي قصتنا ولاها علاقة قوية طبعا بالصيف ونبتدي نتكلم مع بعض في مواضيع بنتسئل فيها كتير طيب انا يا دكتور عندي سمنة وعايز اخس اخس جسمي كله يخس مش بس حتة معانا دايما بنقول النصيحة الاساسية هي ان احنا نروح نعمل رجيم ونعمل رياضة ونحاول بقوة ان احنا ننزل وزنين وفي ناس متخيلة ان الوزن كله جاي في الدهون وان الدهون اللي عاملة المنظر الخارجي بتاع جسم بناء ادم ده هي سبب وزنه وان الدهون دي لو اتشالت وزنه حقيقه حقيقة الموضوع ده مش حقيقي قوي لان الدهون وزنها خفيف كده وتدي حجم كبير قوي ودايما احنا جراحين تجميل بنمثلها بالفشار تجيبوا شوية دورة كده وتحطوهم تطلع فشار حجمه كبير قد كده لكن مروش وزن الدهون كده لو خدنا حتة زبدة في البيت عطناها في كوباية مياه هنلاقي الزبدة عامت فوق المياه لانها اخف من المياه فالدهون مش تقيلة مش هي سبب الوزن الاساسي لكن هي سبب المنظر اللي بياخده البناء ادم لما بيسمن او بيتخن ومال ايه الوزن ده الوزن ان احنا لما نتقل مش بنتقل بس في الدهن بنتقل كمان في كمية الكالسيم الموجود في العظم بتاعنا كمية وحجم العضلات بتاعتنا بتكبر عشان تقدر تشيل الوزن ده الجديد ده كله فبالتالي التقل بييجي في المناطق دي وطبعا بيحصل تخزين مية زيادة كلما الدهون تزيد في الجسم كلما الجسم يبقى بيخزن مية اكتر معانا مكلمة من ام جانا نرد عليها ونرجع لموضوعنا الو ام جانا الو ام سالخية دكتور مساء النور يا فندم اهلا وسهلا ازاي الحضراتك اهلا اهلا بيك دكتور انا كنت عاوزة اسأل حداية على حاجة انا وزني كبير يعني تقريبا مية خمسة وعشرين انا خستيه كتير انا كنت مية وربعين فحاليا انا بخست بس الجلد عنجي يعني فيه تفتحات في كل حتة وحاجة مستدر عنجي كبير ومتراهل لان رطعت موردين اهلا فانا مش عارف عامل ايه وفي نفس الوقت الجراحات دي يعني انا عارف انها سعرها غري فهل ينفع معي الجلسات الجلسات يعني لو عند حضراتها الكعني او كده لو سعرها معقول يعني او مش عارف بس انا كل ما بعمل الجين كل ما بخست كل ما الجلد ما بيه هجاوبك هجاوبك يا موجان خلينا ننسى قصة الاسعار والتكلفة والكلام ده حاليه وخلينا نجاوب الأول الإجابة العلمية السليمة مية خمس عشرين ده وزن كتير يا موجان على سيدة وطبعا احنا كده بنتكلم على ان احنا لسه محتاجين ننزل كمان تلاتين اربعين كيلو عشان نبقى صحيا في حالة كويسة طبعا انا بعذورك وبعذور كل السيدات اللي بيحصل حامل ولادك هزا مرة لانه الحقيقة صعب انهم يحافظوا على وزنهم في اسناء فترة الخلفة انما خلصنا الخلفة بتاعتنا وابتدينا نشوف اخبارنا ايه فاحنا لازم نظبط اكلنا جدا ولازم نلعب برياضة ودي مش مكلفة خالص الرجيم والرياضة يمكن الرجيم بيكلف شوية ان الواحد بيتطر يأكل شوية حاجات معينة يمكن تكلف شوية لكن في الاخر في حدود اللي يقدر عليه ايه بني ادم وصل لهذا الواحد نيجي بعد كده للجلد بعد ما منخس نجاحنا وقدرنا ننزل ونزلنا لعشرين كيلو او التلاتين كيلو المطلوبين هنلاقي تراهل في الجلد طبعا هنلاقي تراهل في الجلد السادي بتاعنا هيحصل فيه سقوط لتحت هيحصل فيه سقوط لتحت طيب امال ايه الحلول الحلول في ايد طبعا جراحة التجميل ولغاية دلوقتي مفيش حاجة الحقيقة نقدر نقول عليها دي اكيد بتؤدي ان الجلد المتراهل ده كله يروح ويتشد ويبقى جسمنا حلو إلا الجراحات والجراحات لانها بتشيل جزء من الجلد فاحنا دايما بنشبهها بموضوع الجوانتي والايد يعني ايدي لها حجم معين بلبس جوانتي حجمه كده لو ايدي خست وصغرت في الحجم والبست نفس الجوانتي الجوانتي هيبقى واسع فالجلد هو الجوانتي بتاع جسمنا ولما جسمنا بيقل في الحجم بسبب الرجيم او بسبب اي وسيلة اخرى من وسائل انقاص الوزن بننزل الجوانتي اللي هو الجلد بتاعنا بيوسع ويبقى الصح ان احنا نبتدي نفتح الخياطة بتاعته ونديقه زي ما بنعمل مع اي حاجة في هدومنا وسعت طيب نيجي بقى لقصة التكلفات جراحة التجميل ممكن تتعامل بتكلفات زغارة جدا ممكن تتعامل بتكلفات كبيرة جدا في مستشفيات موجودة تبع حتى الحكومة بيتعامل فيها نعمليات بتكلفات زغارة جدا وفي مستشفيات استثمارية كبيرة بيتعامل فيها بتكلفات كبيرة فبلاش ندخل موضوع التكلفات في قرارنا وخلينا قرارنا يعتمد اساسا على العلم معنا زهراء قالو يا زهراء عليه السلام عليك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله ازاي كنتي اهلا يا دكتور انا عملت العملية دي من حوالي اربع سنين انا عملية فان عملية تدبس وتحويل هيل تدبس وتحويل كويس وبعد ما عملت العملية خستت بقيت اربعة وثمانين كيل وفاك ازيت بقيت الوقت مية وثلاثين كيل الله 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 ليه كده بس يا زهراء ربما الاكل يعني طبيعي زي الناس كده بس انا بيعرفة اتصرف ازاي او اعمل ايه لا الاكل في الاهلية مش زي الناس الاكل في الاهلية حلو وجميل وانتوا بتاكلوا هرد عليك يا زهراء حاطف طبعا زهراء راح اعملت حاجة اكتر كمان من جراحة التجميل بكتير دي راحة قررت انها عشان تعالج الوزن الزائد اللي عندها وهي طبعا فوق المية وثلاثين ده احنا بنعتبره سمنة مفرطة فهي راحة عملت فعلا عملية تدبيس وكمان تحويل وحاجات كبيرة بتتعامل بالمنزار او بجراحة بجوه البطن وهي الحياة تخصص اسمه السمنة المفرطة العمليات دي بتخصص زي ما انتوا سمعتوا كده بتخصص فعلا يعني بتخصص من تلك لنص وزن البناء ادم في خلال سنتين فلو مبتدي بوزن مية واربعين مية وخمسين هيرثى بعد سنتين انه يبقى وزنه خمسة وسبعين تسعين وده نزول جامد جيد طبعا جلد هيوسع زي ما اتفقنا بافترة وحتضطر انها تشد الجلد بتاعها عندنا احنا بقى جراحين التجميل طيب هي بتقول انها رجعت تاني طبعا الرجوع تاني ده شيء مش كتير بيحصل بعد العمليات اللي هي وصفتها دي لكن في الاخر انا عندي مقولة ما تزعلوش مني محدش بيدخن من الهوى وكلنا بندخن عشان احنا بناكل ودي حقيقة يعني العلم اثبتها مليون الف مر الناس بتبقى دايما الجملة اللي استخدمتها زهراء وهي لها حق تستخدمها انا ما باكل عادي ما باكلش كتير يعني ليه بقى لانك بتقعد جنب حد رفايع وبتاكل زيه بالزبط وبتلاقي نفسك انت بتتخن هو ما بيتخنش تبتدي تقول طب انا ما باكلش كتير اعمل ايه لا ما تعملش هي انت كده جسمك انت كده وما فيش بنا ادم زي التاني مليارات البنا ادمين اللي موجودين في العالم تصدقوا ان ما فيش واحد فيهم زي التاني وسبحان الله على كده ان كل واحد فينا له نظامه له الحرق بتاعه له تقبل جسمه له كمية اكل لو زاد عنها هيدخد وفي مننا انا بسميهم مع الاعتذار غلابة على فكرة انا منهم عشان محدش يزعل تاكل قلال جدا وتلاقي الصبح وزنك زاد تبقى مستغرب هو فيه ايه يعني دهنا كل الحكاية ان انا مبارح مثلا قرر تاكل مع لقتين رز زيادة يبان علي تاني يوم على الميزان على طول طب هنعمل ايه ما يملهاش حل ما هو احنا جسمينه كده لازم نتقبل هذا الوضع وانا دايما بقول له بقول للناس لازم تصاحب جسمك جسمك اقوى منك وانت لازم تصاحبه مش هتقدر ابدا تكسب جسمك يعني انت هتقول لانا نفسي ياكل وانا باكل زي بقيت الناس وانا مش مبسوط من حكاية ان انا بادخن طب هتعمل ايه ما هو ده جسمك انت اللي ربنا ادهو لك وحتفضل عايش به فانت لازم تصاحبه وتسايسه وتعرف ايه اللي انت بتاكله بيتخنك ايه اللي ما بتاكلوش وتزبط حياتك عشان ما يحصل لكش المشاكل دي طيب نيجي بقى لجراحة التجميل ايه الطرق اللي احنا ممكن نزبط بيها مقاييس الجسم طبعا في طرق جراحية لما بيبقى الجلد في تراهل وخلي بقى لكم بقى في فرق كبير بين حد عنده دهن في مكان كتير مثلا في الارداف او في الجناب او في الفخدين او حتى في الدراعين عنده دهن كتير بس جلده مجدود خلي بالكم مهمة قوي تفهموها دي الجلد لو مش دود لكن في دهن كتير دي بقى حاجة سهلة قوي دي بتتحلب بساطة شديدة جدا بقى لها من سنة 81 بتتحلب نفس الطريقة يعني مش اختراع جديد ده احنا بنتكلم دلوقتي على فوق التلاتين سنة من هذا النوع من الطب وهي عملية كلك وحفظينها وعارفينها وتسمى شافت دهون نقعد بقى احنا نغير في اسمها ونسميها شافت دهون بالليزر شافت دهون بالموجات السوتية شافت دهون بالفيزر لا يا جماعة تعالوا هننحد جسمكم بالطريقة الجديدة هي في الاخر عملية شافت دهون طيب هنروح الفاصل وهنرجع من الفاصل نتكلم شو عن ايه التطورات اللي حصلت في موضوع نحت الجسم ده اللي احنا داخلين على الصيف ومحتاجينه ده فاصل ونعود اهلا وسهلا بيكم مرة تانية في برنامجكم العيادة ومعاكم النهار ده عيادة جراحة التجميل وبننتظر تليفوناتكم وبنحب نرد على كل اسئلتكم اي حاجة في جراحة التجميل تخطر على بالكم عايزين تعرفوها هجاوب عليها معانا اميرة على التليفون قالو يا اميرة عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله انا من قبل حضرتك يا دكتور نعيز افعل حضرتك انا ابني يعني شاب وكان الغدق تقريبا اللي في السادي ضهمة شوية فديه طبعا حاجة محرجة فهو عمل شفت دهون من السادي اه الدكتور ولبس بعديها جيلية كده طبعا الدكتور قالو طبعا كان فيه ورم بعد العملية اي الدكتور قالو ان الورم ده حيروح خلال شهر ونوص اي يعني رحلوا اكتر من مرة بعث المتابعات وفاد الوقت حوالي شهرين لكن الورم ما رحل فانا افتراحة الان علينا يكون ده فيه خطورة او هل حيفضل هقول لها حضرتك يا دكتور السادي الرجالة زي ما قلنا في اول البرنامج انه سادي الرجالة بيديقهم جدا في لبسوهم وفي حاجهم وانه هو فعلا اليومين دول احنا ملاحظين ان الشكوى كترت شوية بتاعت ان السادي بتاع الرجالة شوية بيكبر بيجمع دهون لازم الاول لما بيبقى فيه قصة السادي دي لازم الدكتور كراح يعني اللي حيشوفه لازم يفرق ما بين هل الزيادة اللي في السادي دي زيادة بسبب دهون ولا زيادة بسبب تدخم في الغدد اللبنية اللي موجودة في السادي هتستغربه قوي غدد لبنية ايه في الراجل لا موجود موجود في الرجالة كلها غدد لبنية صغيرة جدا ما بتشتغلش بس موجودة الغدد اللبنية دي ممكن تكبر في الراجل برضو و فيه نوعين من التدخم السادي في الرجالة يا اما دهون يا اما غدد او قد بيبقى الاتنين سوى نلاقي دهون ونلاقي غدد سأل طيب هل علاجها إن إحنا نعمل عملية تجميل أه علاجها هي إن إحنا نعمل عملية تجميل شافت الدهون صح؟ آه صح جدا وبيخلصوا من الدهون الزيادة اللي موجودة طيب لو في حتة غدد لو في حتة غدد زيادة كمان يبقى مفروض بنفتح فتحة صغيرة كده حولين الحلمة وبنشيل حتة الغدد الزيادة اللي موجودة عنده طيب هل بعد العمليات دي بيبقى فيه ورمان؟ اه طبعا بيبقى فيه ورمان واحنا دايما بنقول ان بعد عمليات شفط الدهون في اي حتة في جسم بني ادم ما تتوقعوش تبتدوا تحسوا بالنتيجة الا بعد اسبوعين اول اسبوعين بيبقى فيه بعض الورمان وبعد الكدمات الزرقى ممكن تبقى موجودة في مكان العملية بعد اسبوعين بيبتدي روح الورمان ويبتدي روح الزرقان وتبتدي تحس انك بتخس وعادة بتاخد حوالي ثلاث شهور من النزول في الحجم التدريجي يعني كل اسبوع تلاقي نفسك بتنزل شوية على مدار ثلاث شهور بعد ثلاث شهور بتكون وصلت تقريبا لـ 85-90% من النتيجة المطلوبة وبعدين بيفضل ان الجلد يشد مطرح الشفط وده بيحصل في الثلاث تشهر التانيين على اخر الست تشهر بتبقى خدت النتيجة 100% زي ما انت عايز طب افرد ان بعد ستة شهور لقيت لسه حتة برضو شوية دهن فيها لسه زيادة ما فيش اي مشكلة في مساعدات لعملية الشفط الرياضة مساعدة مهمة جدا بعد الحفاظ على الاكل ممكن تستخدم بقى ساعتها بعد العملية بستة شهور لو لسه في حتة مدايقات ممكن تستخدم ساعتها الاجهزة الخارجية المساعدة اللي هي زي اجهزة الموجات الصوتية والليزر والريديو فريكنسي والمساج وكل الحاجات دي بتساعد طب نفرد ان برضو ده كله منفعش ما فيش اي مشكلة ان يحصل حاجة احنا بنسميها في جراحة تجميل تاتش اوب او مايك اوب يعني العملية خلست ومعظم الدهن اللي موجود في السادي راح وخلاص بقت حاجات بسيطة قوي اللي فضلة بعد ست شهور دي بتتعمل بتقدير موضعي بحاجات بسيطة وتخلص منها وخلاص فحاجة ما تقلقيش ما فيش حاجة تقلق الشفط الدهون وعمليات جراحة التجميل لا تؤدي الى اورام عشان غالبا الحديث بتاع الام ده وراه هذا السؤال قلقها لا ما فيش اي اثبات ولا عمر حد حتى شك في ان موضوع شفط الدهون او اي جراحة تجميل تؤدي الى اورام خبيثة حضرتك اظن كده ارتحتي ما تقلقيش خالص ما عندناش هذا الكلام في الطب اساسا بيقول ان انا لما عمل عملية تجميل انا كده بعرض ابني او بنتي لانها هيجي لها اورام ده مش حقيقة دي مجرد اشعات وكلام زي ما بيقوله بتاع اهاوي انما مش موجود في الطب اوكي احب ان انا كنت امنتك وما تخفيش على ابنك ان شاء الله هيبقى زي الفل معانا هوايدا على التليفون الو يا هوايدا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازايك يا دكتور ازايك يا فانت عايزة اسأل حضرتك بس تؤموري كان وزني تسان كيلو وبعدين كنت تتابع مع دكتور اه نزلت لغاية خمسة وسبعين كيلو ما شاء الله الكلام ده كان تقريبا من سنتين اه فوقفت الرجيم وبعدين عملت تثبيت بعديها بسنة رجعت تاني اه ثمانين كيلو ورجعت الزلت تاني خمسة كيلو وقفت على كده اه فرجعت رحت للدكتور تاني وانزلت كويس وقفت تثبات تثبات وسبعين كيلو اه فانا متابعة مع الدكتور بالمواضيع دي اروح اخس اقعد شوية ادخن تاني فانا صراحة لهقت فانا مش عارف اعمل ايه يعني انا بقليب الضبط يوتي شهر ما رفتروش حسن انا رجعت تاني خمسة وتمانين كيلو هدي مضيقاني جدا طبعا يا هوايدا مضيقاكي اه خارد عليكي بصي انا طبعا مش التخصص بتاعي تغزية انا جرحت جميل لكن بحكم ان احنا بنشتغل كتير قوي سوى في نفس القصة فالواحد عنده يمكن شوية معلومات قد تفيدك يا هوايدا بصي ستي زهيقتي طبعا انا موافقك انك زهيقتي وطبعا الاكل ده احد الحاجات اللي الواحد بيستمتع بيها في حياته انه هو يأكل الحاجة بيحبها ممكن الحاجة دي تبقى رخيصة جدا يعني ممكن يبقى كوشري والبناء ادم نفسه يأكله اه وطبعا انك تمنع نفسك عن الاكل معين او نوعيات معينة من الاكل فيها احساس بالحرمان او احساس بعدم استطاعت البناء ادم انه يعمل حاجة نفسه فيها القصة دي قصة يعني كلنا بنعنيها مش انتي بس يا هويت وبيبقى فيها جزء نفسي كبير انتي دلوقتي بقى الخصية بتاعتك مرتبطة بانك بتروحي للدكتور كل اسبوع انتي حاسة انك لو ما بتروحيش للدكتور بتتخاني تاني المشكلة انه الدكتور هو الدرس الخصوصي بتاعك زي الطالب اللي قاعد متخيل انه لو ما خدش درس خصوصي هيسقط فبياخد الدرس خصوصي مع انه لو ما خدوش يمكن مش هيحصله حاجة احنا دلوقتي معلش هنتلع برضو فاصل تاني وهنرجع بعد الفاصل نتكلم عن جراحة التجميل ومقيس الجسم المهمة قوي في فترة الصيف فاصل وانا عود اهلا وسهلا بيكم مرة تانية في برنامجكم الايادة وعيادة جراحة التجميل وطبعا بننتظر تلفوناتكم ونجاوب على اسئلتكم كلها لتخص جراحة التجميل في اي موضوع في جراحة التجميل احنا النار ده بنتكلم عن مقيس الجسم ونحت الجسم وتقويم الجسم وتزبيط الجسم عشان الصيف التطور اللي حصل فيه تطور كبير جدا الحقيقة احنا ابتدينا الكلام ده في جراحات التجميل التطور ده اللي حصل اللي يسمى بدايته بشفط دهون كان سنة واحد تمانين وكان عبارة عن كان يلاقي حاجة عاملة زي الشفاط اللي الشالمو او الشفاط اللي بنستخدمه في ان احنا نشب عصير او كده بس كان معمول من مادة ستيل ستيل وكانت انبوبة صغيرة اوي كده بتوصلها بجهاز شفط بتخش من خرم ونحرك الانبوبة دي تفتت الدهن هي ونشفط الدهن ونطلع حصل تطور بعد كده كتير منها مثلا ان نبتدى يخش ان احنا نحقن سوائل في المكان اللي حنشفوته الاول قبل ما نشفوته نحقن سائل فيه محلول ملحة عليه شوية حاجات تخلي بيبقاش فيه خسار الدم خالص ويخلي الدهن يطلع بسهولة اكتر وبعين كنا بنروح شفطينه وبعين حصل تطور تالت ودخول انواع كتيرة من التكنولوجيا منها التكنولوجيا ابتدت في الاول خالص اللي هي الـ Power Assisted ان الكانولا ديها والانبوبة دي اللي بنشفط بيها بقت بتتحرك حركات بسيطة زبزبات في اتجاهات مختلفة عشان تساعد على انها تفتت الدهون بعد كده ضافوا عليها انها وليه لقى ما يبقاش فيها كمان موجات صوتية تطلع منها بقوة عشان تفتت الدهون فعملوا اجهزة شفت فيها موجات صوتية تفتت الدهون وبعدين دخلوا الليزر ودخلوا الضوء عن طريق الكانولا برضو يخش جوه يسيح الدهن وكمان يحاول يشد الجلد شوية وبعدين دلوقتي حصل تطورات اكتر ودخل اكتر كمان موجات صوتية بتركيز اعلى للدهون بالذات فبقيتنا نقدر عن طريق ان احنا نستخدم جهاز ندخله تحت الجلد في امبوبر فيعة جدا يفتت الدهن بالذات ويحافظ على ما تبقى كلها من الانسج شرايين اعصاب كل حاجة تفضل سليمة والدهن بس هو اللي يتفتت ويخرج في نفس الوقت بيشتغل على الجلد فيعمل شوية ما بنسميه احنا بالانجليزي تايتنين تايتنين يعني اتلم يلم الجلد شوي الاجهزة دي كلها والتطور اللي حصل ده في في خلال تلاتين سنة من التكنولوجيا اللي دخلت على الشفط خليته اتغير خالص يعني ما بقاش الشفط بتاع سنة واحد تمانين ده بقى حاجة تانية خالص بيتعامل بطرق اخرى خالص ودخول التكنولوجيا طبعا السبب منه الاساسي هو ايه هو ان المريض يبقى فيه اعلى مستويات الامان اثناء العملية كمان حصل تطور كبير اوي من عشرين سنة مثلا دخل وزاد اوي دلوقتي اللي هو ان احنا نعمل العمليات بتاعت الشفط بتخدير موضعي وبيتلخبط الناس بين تخدير موضعي وتخدير اه ريجنال او منطقة زي ما احنا بنقول حنكمل بعد ما نرد على الاستاذ حلمي الو يا استاذ حلمي الو استاذ حلمي وعليكم السلام ورحمة الله اهلا دكتور معك حلمي للراغبية اهلا يا فانت اهلا ديك اهلا وزني المدام مية 75 كيلو ايوة وعملت لها عملية تدبيت نعبة هي وزنها 75 كانت مية 75 كيلو مية 75 ايوة ايوة وعملت لها عملية تدبيت 40 كيلو ايوة طيب استاذ حلمي عمل عملية للمدام بتاعته كان وزنها مية 75 وخلها تنزق ونزلت العمالية دي نزلتها 45 كيلو زي ما قلنا المية 75 كيلو لو العملية اتعملت كويس والمريض ملتزم بالحاجات اللي بيقولها له الدكتور في الاكل وفي الكلام ده الحقيقة التكميم المعدة او العمليات دي اللي هي الجديدة دي اللي بتتعمل بالمنذار اهمهم طبعا دلوقتي واكترهم انتشارا هو تكميم المعدة حقيقة بتنزل من تلت لنص الوزن عادة تلت الوزن ده بيانس في مية 75 كيلو ايوة المفروض انها تنزلها في حدود 55 كيلو تنزل ل60 كيلو اه على الاقل في السنة الاولانية او السنة النص الولانية بعد كده بتزيد كمان وفيه ناس بتوصل لنه نص ووزنهم ينزل طيب وفيه طبعا تحويل الامعاء وفيه ناس زي ما هو قال ممكن تعمل التدبيس وتحويل الامعاء سوا وبالتالي بتحصل نتائج كبيرة البعد دي بعد التخسيق بعد هذا العمليات احنا بقى بنخش في الموضوع نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن جراحة التجميل وما بعد عمليات السمنة المفرطة جراحة التجميل بقدر يعمل ايه للناس دول فاصل ونعود اهلا وسهلا بيكم برة تالية وبرنامج العيادة وعيادة جراحة التجميل وبنجاوب على اسئلتكم لما بتكلمونا تسألونا عن اي موضوع في جراحة التجميل كان فيه سؤال قبل الفاصل على طول بتاع بعد ما بنخس من عمليات السمنة المفرطة فيه ناس بتعمل دوليات كتير عمليات سمنة مفرطة شكل تدبيس معدى تكميم معدى تغيير مصار الامعاء وما الى ذلك العمليات دي كلها بتنزل وزن كبير من تلت النص وزن البنى ادم وبعد كده بيحصل زي ما قولنا في اول الحلقة ان الجوانتي بيوسع او الجلد بيوسع على جسمك وبالتالي بيبقى عندك تراهلات وممكن يبقى فيه حتة برضو الدهون فيها حتى بعد ما بتنزل نص وزنك تفضل اماكن برضو متراكم فيها دهون زيادة مش رادية تروح هنا بيجي جراحة التجميل بيخش بعد هذه العمليات بسنة لسنتين بيخش جراحة التجميل بيحاول يزبط الجلد على المقاس جسمك الجديد طبعا دي بتبقى فيها عمليات كبيرة الدرعات بتلاقي دايما فيه جلد زيادة وحتى بنسميها احنا انها تشبه جناح الوتواط من كترة بيقى نازل الجلد التحت وبنتر نشيل جزء من هذا الجلد بجروح برضو السادي بيفضى وينزل لتحت فبيحتاج ان هو يترفع ويرجع في مكانه في السيدات في الرجالة بيحتاج يتشد ويتشال الجلد الزيادة اللي فيه المنطقة بتاعة البطن او الترانك اللي هي الجزء بتاع البطن بالظاهر بالجناب دي كلها الجلد فيها بيبقى متراهل وعمل كسر في بعض الاحيان اللي بيبقى ابتدى بوزن قبل عملية السمنة المفرطة ابتدى مثلا بمية وسبعين مية وتمانين كيلو بين وصل لتمانين او تسانين كيلو اوقات بيبقى عنده كسرتين وتلاتة في بطنه وفي جنابه من الجلد الزيادة وطبعا بتتعامل بعمليات بيبقى يحصل فيها ان احنا نشد الجلد داير داير وبنسميها حتى بلت يعني زي الحزام الجرح بتاعها بيبقى تحت خالص داير داير بيتشد فيه الجلد الزيادة دا داير داير عشان يرجع البطن والظهر والوسط والجناب تبقى بينه الفخدين برضو بيحصل فيهم شد كل ده بيحصل بسبب الوزن الزياد اللي نزل حد وزنه مئة وسبعين مئة وثمانين متين احنا شوف بقى انا شخصيا شوف تعيانين وعليك تعيانين كانوا مئتين وعشرين كيلو ومئتين وثلاتين كيلو وبقى عملوا عمليات سمنة مفرطة ونزلوا بقوا ثمانين وتسعين كيلو في سنتين في الحالة دي طبعا بيبقى تخيلوا انتو كمية الجلد اللي بتبقى موجودة الزيادة عنده بتخليه مش قادر يمشي كويس برضو مع انه خاص كل ده لكن الجلد الزيادة ده مخليه تعبان السيدات بيبقى عندهم مشكلة كبيرة في السادي بتاعهم لانها ما بتنزل مئة كيلو او سبعين كيلو او تمانين كيلو السادي بيفضل خالص وبينزل ولابد يبقى شيء يتصلح لانه نفس نزوله وتهدله بيخليها مش قادرة تتحرك مش قادرة تتلعب رياضة مثلا مش قادرة تطلع سلة مهام ارتاحة لان الجلد ده بيتحرك وبيضيقها فبتبقى محتاجة انها تتزبط فالحقيقة العمليات دي عمليات مهمة جدا وانا يعني كل الناس اللي بتتفرج علي اللي عملت عمليات السمنة المفرطة قبل كده مع الزملاء جراحين المناظير السمنة المفرطة انا بقول لهم برافو يعني دي حاج كويس جدا حد وزنه 150 او 170 او 180 ويروح يعمل عملية دي هو بينقص حياته لان السمنة المفرطة احنا كلنا عارفين علميا انها بتؤدي لمقاسي صحية كبيرة جدا يعني اللي بيحصل منها اكبر بكتير خطورتها اكتر بكتير من العمليات فبتحصل العمليات دي والوزن بعانا ترفون الو الو ايوة امسرخية دكتور ازايك اهلا الحمد لله مفتحة دكتور بس انا انا مش تخينة قوي بس انا عندي تكدسات في بطني دهون وفي دهري فهل ممكن انا اعمل يعني العمليات مثلا الجلد اخبره ايها مجد نعم الجلد اخبره ايها مجد الجلد طبعا متراهل انا من نوع اللي بخصه وبدخن وبخصه وبدخن كده يعني ايه فانت فانا مش حسن انا بس عندي منطقة دهون عند بطني وتحت سفري وفي دهري فانا ممكن انا اعمل الحكاية دي العمليات مرة واحدة ولا نستعمل على كذا مرة حقولي حضرت انا عندي سبعة وخمسين سنة اه في اي مشاكل صحية في سكر مثلا لا الحمد لله ما عنديش حكا طب هيك شوفي حارد على حك مدام مجد اه مدام مجد بتسأل سؤال مهم قوي اه انها عندها دهون وبعض التراهلات في بطنها وتحت سدرها وفي ضهرها وضهرها دي انا متخيل انها بتقصد المنطقة اللي فوق اللي عند اه السوتيان من وارا فوق في ضهرها اه دي على فكرة شكوى اه كتيرة جدا عندنا اه بيجولنا بهذه المشكلة العمليات اه نكحة جدا بتاعتها وقديمة جدا وحاجة يعني من الزمان قوي يعني هم نتكلم مثلا على سبعين سنة ثمانين سنة جراحة التجميل عندها خبرة في هذا الموضوع فالعمليات دي مهمة قوي ارد بس عالتليفون وهلجع تاني اكمل الو الو ايوا امل زيك امل اهلا بيك يا دكتور ازاي حضرتك تؤموري انا انطبع حضرتك في كل البرامنج انا محزوز والله يا انا اللي محزوزة ده انا اصرت لك تؤموري انا يا دكتور استفتاري بان بعد الحامل والولادة الا استدري بقى عامل زي الكيس الكيس الفاضي اه فهل ده لي حل هجاوب عليك يا ام الحياة ده لي حل فالحل ده بيبقى مكلف ولا معامل احط احنا الاول شد البطن بدم مجدة وبعدين امل بعد كده نجاوبها مجدة البطن شدها عملية زي ما قلت بقالها كتير قوي واسنين طويلة واسبتت وجودها في خلال السبعين تمانين سنة اللي فاتوا والعملية بتشد البطن والعضلات وبتشيل الجلد زيادة وبتشيل الدهن الزيادة اللي موجود في البطن من اسفل السدر الغاية تحت خالص والجناب وبتخلي البطن شكلها زي ما كانت قبل الحامل والولادة وقبل السمنة لكن بيبقى فيها جرح تحت خالص في الكسرة التحتانية بتاعت البطن زي بتاع قاسرية بس اطول منه بيعتمد طول الجرح على طول الكسرة اللي موجودة عندك تحت والعملية يعني لازم هي اولا صحيا مهمة جدا عشان بتصلح حركة المصارين وبتصلح التنفس وبتصلح عضلات الظهر بتخلي عضلات الظهر يتشلمن عليها حمل لان البطن عضلاتها بتتزبط بتساعد عضلات الظهر في انها تخلي البناء آدم مستقيم وواقف بالنسبة لي الظهر بتاعك حتى اللي فوق انا ما بنصحش انها تتعمل في نفس وقت شد البطن بنفضل انها تتعمل بعديها بتلات شهر او قابليها بتلات شهر وبتتعمل بشفت دهون وممكن يتضاف عليه طبعا اي تكنولوجيا من جديدة حسب وضع الجلد شكله ايه وزي ما قلنا انا شرحت التكنولوجيات اللي داخلت عشفت في الفترة الاخرانية بممكن تتعمل بتخدير موضعي الحتة بتاعت الظهر دي بسهولة بعديها بتلات شهر مش محتاجة لنقعد في مستشفى ولا عمليات كبيرة ولا كلام من ده ده شفت دهون للظهر سهل قادس اما السادي السادي بعد الحمل والرضاعة كذا مرة وبعد الخصية اوزان كبيرة بيحصل فيه فعلا اللي انت شرحتي يا امل وفعلا بيفضى وبينزل وبيبقى تحت وهل له علاج طبعا له علاج وعملية شائعة جدا على فكرة مش زي من الناس متخيلة الناس متخيلة دي عملية ما بتحصلش الا بس في السينما والتلفزيونات لا لا دي عملية شائعة جدا والسادي بنرفعه وبنملاه فهي العملية جواها خطوتين بتتعمل في نفس الوقت السادي بيترفع يعني الحالة ما بتتزحلق لفوق وترجع في مكانها والسادي يتدور والجلد الزيادة اللي فيه يتشال ويبقى عندنا سادي مدور كده بس صغير نحط بقى جواه الكيس بتاعنا المعروف المشهور اللي كل الناس بتحكي عنه في كل حتة اللي هي الاكياس اللي بتتحط ورا العضلات او ورا السادي حسب السادي بتاعنا شكله ايه نملة بيه السدر بتبقى عملية جميلة جدا في الوضع اللي انت شرحتي ده يعني لو حد السادي بتاعه فيدي خالص ونزل لتحت فعلا زي ما انت وصفتي اه هو ده حلو حلو عملية رافعة ونملة السادي بالكيس المعروفة ناس كتير قوي تقول لي طب ما الناس كلها عمالة تتكلم دلوقتي وانت نفسك تتكلمت قبل كده عن حقن الدهن في السادي اه ما احنا ما بنقولش حاجة فيه حقن الدهن في السادي لكن حقن الدهن في السادي له حاجات معينة مش كل عيان عايزة تكبر صدرها او عايزة ترفع صدرها او صدرها فضي بسبب الرضاعة يبقى حلها هو حقن الدهن في السادي لا خالص ولزال حقن الدهن في السادي في اول مراحله وحيوصل في يوم بالأيام لحاجة احنا متوقعين كده ان هو حيوصل لحاجة لكن حاليا دلوقتي له استخدامات محددة والعملية بتاعت الكيس لازالت هي العملية الأساسية وعملية آمنة واتكلمنا فيها كتير قبل كده وقصة ان احنا نحن نتكلم على خطورة ومش خطورة ده مش حقيقة ومتشكر لكم جدا ونشوفكم ان شاء الله كمان واسبوعين بإذن الله على خير يا رب مع السلام شكرا